السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في حال الدرس رح نستكمل نوع آخر من أنواع التكنيكس المستخدمة في عمليات تشيير رح نشوف في الدرس هذا عن شيء نسميه اللي هو اللي نسميه البرموتيشن بوكس أو البرموتيشن سايفر هذا نفس الشيء تقريباً اللي احنا أخذناه في الترانز بوزيشن بالنسبة للأحرف لكن هذا بالنسبة للبيتس على الغالب نجي نتكلم عن البيبوكس أو البرموتيشن بوكس عندنا ثلاثة أنواع عندنا النوع احنا نسميه ستريت وعندنا شيء احنا نسميه الإكسبانشن وعندنا شيء احنا نسميه الكومبريشن وش الفرد بينهم أول فرق موجود أن دائماً في الستريت تكون علاقة عندي واحد إلى واحد يعني كل مدخل له مكان يطلع منه هذا أول شيء الشيء الثاني إن عدد المدخل خلنا نقول المدخلات الإمبوت يساوي الأوتبوت فعشان كده احنا نسميه ستريت ممتاز في الإكسبانشن ممكن تكون العلاقة واحد إلى أكثر ممكن تكون واحد أو أكثر وهنا الإكسبانشن دائماً لما يكون عدد المدخل أقل من عدد المخرج هذا احنا نسميه إكسبانشن يعني صار في عملية تمديد أما لما يكون عدد المدخلات أكبر من عدد المخرجات فهذا احنا نسميه ضغط أو compression هذه الفكرة العامة اللي موجودة فمثلاً لو جاني مثلاً خلينا نقول على الإستريت جاني بحسب الصورة اللي قدامي حالياً خلنا نمسح بس الكلام اللي موجود لو جينا مثلاً نبغى نطبق على الإستريت الآن لو عندي النص أو البيتس 1 1 0 1 هذه خمسة فالآن ش بسوي دائماً زي ما قلنا في transposition واحد 2 3 4 5 خلنا نغير الآن اللون ونقول الحرف الأول اللي جاي رح يكون مكان رقم أربعة يعني هنا زيرو طب الحرف الثاني ينزل مكان الأول الحرف الثالث رح يكون مكان رقم خمسة الحرف الرابع رح ينزل مكان رقم ثلاثة والحرف الخامس رح ينزل مكان رقم اثنين فصار هذا الخلاصة النهائية طب الآن لو بغيت أرجع إلى حالة طبيعية أبسوي نفس العملية بشكل عكسي احنا قلنا التشفير كذا وفك التشفير بيكون كذا صح ولا لا فأنا هنا لو بغيت أرجع إلى نفس العملية هذه لاحظ الآن عندي الواحد الأول رح يكون في الثاني طب الثاني رح يروح مكان الخمسة يعني الثاني عندي هنا رح يكون مكان الخمسة تمام الثالث رح يكون مكان الأربعة الثالث رح يكون مكان الأربعة ونبدأ نستمر بالشكل هذا هنا نفس العملية الحرف الأول رح ينزل في واحد وأربعة نفس القيمة فمثلا لو جينا عشان نختصر عليكم الوقت النفس النص اللي عندنا وقلنا أني أنا عندي zero one zero ففعلياً الخلاصة إذا تطبقت الإكسبانشن رح يطبق هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فالحرف الأول رح يكون عندي في واحد وأربعة فخلينا نكتبها بألوان مختلفة رح يكون الحرف الأول عندي بواحد وأربعة طيب نجي الآن للحرف الثاني الحرف الثاني رح يكون رقم ثلاثة فعندي رقم ثلاثة بواحد تمام الآن عندي رقم ثلاثة رح يكون خلنا نحطه بلون آخر رقم ثلاثة رح يكون عندي في رقم اثنين ورقم خمسة فصار هذا الرقم اللي موجود عندي باستخدام الاكسبانشن طيب الآن لو جيت أبغى أخذ من الرقم هذا بنحطه إلى عمليات اللي هو الكومبريشن فهنا أبغى أطبق عن نفس النص اللي موجود أبغى أطبق الكلام التالي يقول لك رقم واحد ما رح أستخدمه تمام رقم اثنين يعني أنا عندي بفرض واحد اثنين ثلاثة رقم اثنين بينزل رقم واحد رقم اثنين هنا يعني معناه زيرو رقم ثلاثة رح يكون مكان رقم ثلاثة يعني هنا واحد ورقم أربعة رح ينزل مكان رقم اثنين فبالتالي بيكون بالشكل هذا فهنا عرفنا الآن إشلون نتعامل مع الستريت إشلون نتعامل مع الإكسبانشن إشلون نتعامل مع الهو الكومبريشن وهذه الأمثلة اللي موجودة نفس الأمثلة اللي احنا تكلمنا فيها بالضبط في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy